طال المخاض العسير للانتخابات البرلمانية في العراق كما يصفها القائمون عليها المسرحية الهزيلة بفصلها الرابع سيء الإخراج كما يسميها معارضها ولا حل لا يظهر في الأفق فمسارها المتعرج كثير المطبات بني على محاصصة طائفية ومصالح حزبية ضيقة وبعد الأزمة السابقة وقبل الأزمة اللاحقة تطفو قضية تزوير الانتخابات على أي حديث آخر حتى لجأ المتصارعون إلى عد وفرز جزئي لأصوات الناخبين دفعا لشبهة التزوير بعد تجميد عمل المسؤولين في مفوضية الانتخابات ومنعهم من السفر وهذا الإجراء بحد ذاته لا يتوقع منه تغيير كبير في النتائج لا سيما وأنه لن يشمل سوى 5% من أصوات الناخبين وفي سبعة محافظات فقط هي التأميم والأنبار والسليمانية ونينوى وأربيل ودهوك وصلاح الدين هذا فضلا أنها لا تعد إلا عملية تغطية على التزوير الكبير في الانتخابات بحسب النائب عن ائتلاف المالكي محمد الصيهود تزوير الانتخابات نادى به الكثيرون وكثر فيه الشهود من داخل السلطة نفسها بل وشككوا حتى بنتائج العد والفرز اليدوي فالنائبان أهل الاهباب قالت إن عددا من الأحزاب السياسية زجت بموظفين تابعين لها داخل أروقة مفوضية الانتخابات للتستر على عمليات التزوير وتغيير النتائج العد والفرز اليدوي لافتة إلى أن العملية لن تجدي نفعا فحجم التزوير بلغ مستويات كبيرة وتلك حيثية راهن عليها عضو المفوضية سعيد كاكائي بقوله إنه مستعد للذهاب إلى السجن في حال عدم ثبوت تزوير الانتخابات ما هي الغاية من العد والفرز اليدوي الغاية حتى تتأكد من حصول أو عدد حصول تجمع تلاعب فإذا صار موجود تلاعب المفوض عليك تتحصر هذه كلها وإذا ماكن تلاعب ذاك الوكيد خلي يجوني كبير سعيد كاكي ويدبوا بالسجن وإن خرجت النتائج بتغيير أم لم تخرج فإن محصلة واحدة تظهر بالنتيجة هذه أزمة انتهت تتبعها أخريات بعيدات عن النهاية